يوما من اليام شرب محمد صلى الله عليه وسلم الخامرة ثم ذهب فألقي إلى مزبلة ثم أغمي علي فيها وكان أبتور مات فجاء الخنجير فأكل من أذنه فجاء أصحابه أبو بكر يدوره على رئيش الإصابة صلى الله عليه وسلم فوجدوا شارب للخمر نايم على المزبلة النجاسات والخنجير أكل من أذنه فليأجل هذا حرموا الخنجير وحرموا شرب الخمر